في الطريق إلى واشنطن تحمل اليمن معها ملف الاقتصاد المثقل بأعباء السياسة وهو الملف الذي لم تفلح حتى الآن جهود دولية وإقليمية في حل الكثير من أزماته التي لا تبدأ بالاضطراب الحاصل في العملة المحلية ولا تنتهي عند آلية تنظيم المساعدات الخارجية فعلى طاولة المؤسسات الرسمية الأمريكية يحاول محافظ البنك المركزي حافظ معياد إجراء محادثات تتعلق بتحديث بنية البنك وتطوير آليات عمله ووفق بيان البنك المركزي فإن المحافظة توجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمناقشة كيفية تقديم الدعم الفني للبنك من قبل الاحتياطي الأمريكي بحسب البيان فإن محافظة البنك سيحضر مؤتمر للمانحين من المقرر فيه دراسة مشروع تطوير البنك المركزي وتشكل المساعدات الإنسانية الدولية لليمن أبرز مهام الزيارة التي سيتم فيها التباحث بخصوص جعل البنك المركزي قناة وحيدة لاستقبال المساعدات والمعونات الخارجية تتزامن تحركات البنك المركزي باتجاه المجتمع الدولي مع توجه الحكومة نحو تعزيز الشراكة بين البنك والتجار ويأتي هذا التوجه كما يقول رئيس الحكومة معين عبد الملك بهدف المساهمة في إقرار آليات تحديد أسعار السلع في مختلف المحافظات تحركات محافظ البنك في المحافظة الدولية تنشط على وقع شكوك كبيرة في نجاح مهامها خصوصاً وأن قرار البنك المركزي تغيب عنه استقلالية القرار السيادي فضلاً عن اتهامات توجه للمحافظ الجديد ومسؤولين في الحكومة برعاية منظومة فساد كبيرة وهي المنظومة التي تعد بنظر مراقبين عائقاً أمام تطوير البنك وتحديثه